وجه الوزير الأول عبد الملك سلال مراسلة إلى الآميرين بالصرف لميزانية الدولة على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية يدعوهم فيها إلى ضرورة توقيف سوء التدبير الذي تم تسجيله من طرف المراقبين الماليين الذين سجلوا عدداً من المخالفات وأوجه القصور فيما يتعلق بشروط تنفيذ الإنفاق العام وتوضح مراسلة الوزير الأول أنه بناء على التقارير السنوية التي يعدها المراقبون الماليون أكدت وجود عدد من المخالفات وأوجه القصور فيما يتعلق بشروط تنفيذ الإنفاق العام حيث يشير عبد الملك سلال إلى أن نقاط الضعف الرئيسية التي تم تحديدها تتمثل في تأخر تنفيذ التمويل وعدم احترام مبادئ الصفقات العمومية وحرية الوصول والشفافية والمنافسة في سياق المشاورات واختيار الشريك المتعاقد للحصول على السلع والخدمات كما سجل الوزير الأول تنفيذ المتأخر لخطة إدارة الموارد البشرية ويضيف سلال أن بعض الاختلالات تم تسجيلها أثناء تنفيذ التزامات الإنفاق على الحسابات الخاصة وشدد الوزير الأول على ضرورة التحكم في الموازنة العامة للدولة وخاصة في مراحل مختلفة من تنفيذ الإنفاق العام هو الذي يره سلال ذو أهمية خاصة موضحا أنه ينبغي أن تكون فعالة وموحدة ومعتمدة على منهج أدائها على الامتتال للقانون مطالبا بضرورة احترام الآجال والمواعيد والنوعية في التسيير المالي وبالنظر لهذه الوضعية كلف الوزير الأول المراقبين الماليين والآمرين بالصرف الميزانية الدولة على مستوى كل الهيئات والإدارات العمومية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتصحيح أوجه القصور والمخالفات المرصودة والتأكد من أن الإدارات والهيئات لن تعود الارتكاب مثل هذه الهفوات في المستقبل